حدثنا أبو الوليد هشام قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن أبن أبي المعلى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال إن رجلا خيره ربه عز وجل بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش فيها يأكل من الدنيا ما شاء أن يأكل منها وبين لقاء ربه عز وجل فاختار لقاء ربه قال فبك أبو بكر رضي الله عنه قال فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من هذا الشيخ أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا خيره ربه تبارك وتعالى بين الدنيا وبين لقاء ربه تبارك وتعالى فاختار لقاء ربه عز وجل وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه بل نفديك بأموالنا وأبنائنا أو بآبائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس أحد آمن علينا في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة ولو كنت متخذا خليلا لا اتخذت ابن أبي قحافة ولكن ود وإخاء إماء ولكن ود وإخاء إماء مرتين وإن صاحبكم خليل الله عز وجل شكرا